السلام عليكم البنات كديرين ربس عليكم كوشي في خير اشكتعودوا مركم هانيا مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله اشكتعودوا كديرين مع التوجه للعيد ان شاء الله الله يدخلوا علينا بصحة والسلامة يربي العالمين اشكتعودوا تقديتوا الفاخر المميعنات لحنا الحويجة ديال العيد تقديتوا شريتوا طويجنات حنطو العطرية خملتوا رخفوا شوي البنات على رأسكم ما تقديوها شغير في التخمال كتر تديال شقارها كيطيح الصحة وحتى ندوم الحجة تقديدوا شوي على البنيتات على العريسات ما تشنقوش عليهم ما تصيروش عليهم راها لكل واحد لها حقو شي حلال عليه شي حرام عليه هنا الفهم يفهم كانت من ان شاء الله كلامي يوصل الناس اللي مقصودين به خصوصا الناس اللي كيعطيو حق الشي والشي اللا هنا نقديدوا شوي على ابنتنا وعلى عريساتنا نعطيوهم حتى هم حقهم في السعادة والفراح بحلوة العيد بفرحة العيد اللي وصنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام نمشيوا على سنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام نظلموش شي ونفرحوشي الله يهدي ما خلق لكم الحجة زي ما حجيتو كتصدقو كتصليو ما تطيحوش في كيس ما تقو بكما كيقولو وهنا كما قلت مرة أخرى غادي نعود نقولها الفاهيم يفهم والله هدى ما خلقوا الصبر دائما يربح ان الله مع الصبر انو خصبر كي يضبر كما قلوه ولكن الحمد لله لهم وليك الحمد كما قلت لكم الليبنا ترخفوا شوية على عرسكم تهلو شوية في البشرات تهلو في رجيلات تهلو في الوجه هكذا لك بزاف تهلو في البشرات الوجهة تلكم ليدين لا تدوها شغير في الشقة اللي غا تغسلون معينة تديرو لقراها مزيلا كتحفت على ليدين وكذلك في الشمش رخفوا على رسكم منشقة وكل شي يتعاون كما قلت هنا الفاهيم يفهم كل شي يريده كل شي يعاون العائلة كلها خصوات يريد فليد ما نحطوش على غير على شخص واحد كينين بعض الناس كنشوفوا بعض العائلة طلايها ديهم كيحطو على البنية اللي عندهم تبارك اللي عليها اللي كانت شاطرة وعارفة وحادقة منها الحلوة منها الطياب منها تخمال منها تقضيان منها الضيفلة جوهية اللي كانت طيب لهم هي اللي كانت تنض تقابلهم وتقوم بهم هكا راها غلط وغلط كبير ملي كانت جهة البنت ملي كانت جهة سعدها ما كانت لقاش عندها بقي الوقت صحة باش تقوم براسها وصحتها كانت تكون طايحة ما كانت شعندها ما زال القدرة على أنها توجد درسها العرسها توجد درسها المستقبال الجديد حياة الجديدة اللي غادي تدخل لها وعائلة جديدة كتمشي عند عائلة جديدة عليها عائلة أخرى كيعرفوها بهذاك النفس الشيء باش عائلتها محطة عليها المسؤولية حتى عائلة رجلها كيحطوا عليها المسؤولية حتى هما منها كل شيء كيرجعها هي عروسة اللي عارفة كل شيء تتقوم بالطياف اللي كينين الحلوة وزيد وزيد وهذا السيدة هذي كان لقاوها مسكينة مهلوكة وخا تكون عندها عشرين عام كتبا بحيلا عندها ستين سبعين هذا الشيء ماشي معقول والله العظيم الله ماشي معقول كان قول هذي الناس يرخفوا على ابنتهم يحنوا فيهم كل واحد عنده حقه في السعادة في الصحة في الفرح في أي حاجة خصنا نكون حقانيين خصوصا الوالدين يقدوا ما بين ابنتهم وما بين ولادهم اللي يديروا هذا يديروا هذا اللي نعطيوه لهذا نعطيوه لهذا ماشي نعطيوه حق الشيء ونحنوه في شي شيء كما قلت شي حرم عليه شي حلال عليه هذي ماشي معقول وكانت ديوه فيه الدنوب خصوصا الوالدين كانت ديوه الدنوب بزاف بزاف بناتكم وفولادكم فاش كتديروا الفرقبينتهم خصوصكم دائما تكونوا حقانيين باش ما تحسبوش عليهم قدام الله راه اليوم والدنيا وغدى الأخيرة حتى واحد ما عارف ش حال جاب ديال الأيام للدنيا الواحد يدير الأخيرة يدير ما يلقى قدام الله والله يهدي ما خلقه والله يكون في العون والله يجعلها دائما في ميزان مقبول هذي البنيات اللي كيصبرو راه تيدي والله أجر كبير 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 عند الله كتر من كتر منكم الحجة انتم اللي كتصدقوا كتصلي وكتصوموا كتديروا كتديروا في الأخير كتلحوا في كيس المتقوب فاش ما كتحنوش على بنيتكم كتديروا الفرق ما بين ولادكم أعطيوا الحق لكل واحد عنده حقه في السعادة ، فأي حاجة العراق الأخير أعطي جد لا تدير بنيتهم بالفرق يحتاج الصonnerع أن يكون عندك ضمر حي لا تكون عروح꾸ة انسانة كوي وإنسانة ظالمة والله يهدمها خلق كما قلت الله يهدمها خلق والله يجعلها لها البنية يصبر والله يجعلها لهم في ميزة مقبول والله يجعل لهم حياتهم نور في نور وإن شاء الله سعادة سعادة يا ربي العالمين كما كان نقوله دائما قدم الإنسان يصبر الله يزيد له والله يكون معه لكن يصبر صعيب إلا الوحد الإنسان للإنسان دائما صبر 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 حتى لماذا؟ خاصنا نفكره خاصنا نكونوا واعيين نكونوا عقلانيين نكونوا حقانيين أكثر والله يهدي ما خلقوا صافيرها كلامي واضح كان هضر مع الناس كما قلت لكم كانت من هاد الكلام هاد الميساج يصل لمواليه يفهموه ولعله وعصى يحرك ولو شوية ولو نقطة في قلبهم يحسوا ويفهموه بنيتهم وولادهم راح الولاد عندهم حقهم حتى هما في السعادة عندهم حقهم في الفرح كما أنتك تفرحي بنتك فرحي والدك كما بغادي تشوف الفرحة في وجهة البنية شوفيها حتى في وجهة البنية العمر يدوز النهار اللي داز ما كيرجعش العمر قصير نحاول ونستغله في السعادة نعيشو أيامنا نعيشوها أحلى أيام نستمدعو بها ونستمدعو مع أولادنا والله يخليهم لنا وحفظهم لنا يا ربي العالمين والسعادة كما قلت راها ماشي في الفلوس ولا في الحواج ولا في الأكل أيه ضروري أننا نطلعو في عائلتنا نطلعو في أولادنا نوفروا لهم المسكن مريح نوفروا لهم الحواج نلبسوهم ونكسيوهم الأكل مزيان صحي نطلعو فيهم نخرجوهم نفرحوهم دائما هذا الشي كامل راه ضروري ومزيان لكن الحب أكتر من أي شيء اللي كان ما بين المرأة والرجل ما نحاولوش أننا ندخلو بيناتهم بخط الأسود كما كان قلو نطيحو العدوة ما بيناتهم نحاولو دائما أننا نكونوا بعاد خصوصا الوليدين الحج والحجة خليكم دائما نبعد على عرستكم وولادكم على بنيتكم وعلى أزواجهم اللي يهديكم إلا كانوا المشاكل بيناتهم حاولوا أنكم تكونوا بعاد خليوهم يحلوا المشاكل ديالهم من رأسهم لأن المشكلة إلا كان الصغيرة اللي تدخلوا فيها أربعة الناس رحكي يولي كبير كيتفقم وكيني الناس اللي يهديهم اللي يوصلوا لدهم التلاق من مشكل بسيط التلاق اللي يهديهم كي يخليون المرأة تكره رجلها وكيخلي وولدهم يكره مرته والله يحفظ الله يهدي مخلق وهنا إلا كانوا الوليدات يضيعوا المساكنهم اللي يكونوا ضحية هذه المشكلة من المشكل البسيط للتلاق يضيعوا الوليدات ويتشردوا وكأن نقول لكم الناس اللي يديروا هاد المسائل هادو هاد الولدين اللي يكونوا قاسين على أولادهم الله يهديكم أعطيوا راحتهم اللي كان مشكل بسيط ما بين الأزواج نعطيوهم بالتلاق نحاول نشدد كل الولادات عندنا ولو يوم واحد نخلي والمرأ والراجل يكونوا مرتاحين يتفهموا ما بينتهم وإلا غادي نتخلوا بخيط 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 الأسود نحاول نخليوهم على راحتهم نعطيوهم بالتلاق نخليوهم يتفهموا على راحتهم وما يكونوا مدنين ذلك الساعة طرح المشكل غادي يتحل وغادي يقول لي وبيخروا على خير وذيك العرصة نطهلوا فيها ذيك البنت نطهلوا فيها نفروا لها المسكن مريح نفروا لها حياة زوينة ومرتاحة تكون مرتاحة باش حتى هي تطهل في هاد الولد تطهل في رجلها وطهل في صحتها وطهل في ولادها نمرأ كانت مرتاحة في الضر في حياتها وصحتها مزينارها تعطي كثير من ذلك اللي ملفين فيها تكون فرحانة وسعيدة ودائما هانيا نخلي المرأة تقدر راسها ذلك اللي يبغات في السوق تأخذ الخضيرة اللي يبغات المعنية اللي يبغات منها تخرج تبدل جو تمشي بنفسية سيئة كما نقول كتدي التق السلبية وكتجيب لنا التق إيجابية كتجي فرحانة وسعيدة خصوصا إلا مشت مع جارتها كتتمشي مجمعة معها ضحكة معها كتقد تحوي جت اللي بغات كتقد كوزينتها كما بغاتها نقية ومزيانة راحت الكوزينة راهنا كما قلت دائما الكوزينة كتلعب الضور كبير للمرأة اللي كانت الكوزينة مزيانة مقدة ما فيها مشاكل راح المرأة كتطيب راحتها وبالنفسية زوينة ويكون عندها نفسا طيب تفكر في حويجة جداد في المكلة تدير شي حاجة زوينة وشي حاجة لديدة العائلتها تسعد ولادها وراجلها و تهلا في صحتها وهنا كما قلت دائما إلا كانوا هاد المسائل كابلين المطفرين هاد المرأة هادية غادي تكون مرتاحة لا في صحتها لا في النفسية دائما غادي تكون فرحانة كما كان عارفو جميع العيالات عزيزة علينا نتقد وعزيزة علينا الحويجات نقي عزيزة علينا كل شي مرتب كل شي نقي وهنا إلا كانت المرأة مرتاحة في المسكن ومرتاحة في صحتها غادي تعطي كثير غادي تستقبل الزوج دائما بتحكى بصحة مزيانة ووليدتها حتى هم غادي تتحك معهم تقلس معهم غادي تنطم وقتها وتهل في البشرة دائما تهل في صحتها ماكلتها مزيانة وكتخرج المرأة اللي بقات في الضرها كتمرض رها الضرها كتمرض كتر من المرضى اللي كانت السيدة مرضى في الجسم دائما ب واحد الحجارة تزيد لها حوال شخور تزيد كتمرض وصحتها تطيح وكن نقول لكم البنات حاولوا انكم تخرجوا مره مره تبدل اللجو مع وليدتكم مع عائلتكم ومع الزوج ديلكم مافيها باس خرجوا مع رجل ديال كلابس ومقادة بدلي الجو بدلي ساعة بخرى إلا كنتم مقلقين خرجوا ولو ساعة حضاء البحار ولا في شي جريدة ولا في السوق كتبتلوا الجو وانتي ويا كتتمشي بنفسية خيبة وكتجي بنفسية زوينة طاقة إيجابية كتكونوا فرحانين خلي الوليدتي اللي كان عندك المنت خليهم يعطي ولو ساعة لرسك مع الزوج اللي قرأ تشير ها مزيان ويزيد لنا الضقة إيجابية كيزيد لنا الفرح في حياتنا الزوجية كنفرح دائما ونحاول دائما ما نحكر هذه المسائل هذو اللي تكرت لهم كانت من أنكم استفدوا وكانت من الميساج يصلى الموالي هتستفدوا منه كانت من البنا تستفدوا من هاد الفيديو كي موكلكم طهلا وفرسكم ورخفو على رسكم من الشقة بطبيعة الحال ما نحملوش دارنا ما نحملوش مميناتنا كل شي يكون نقي كل شي يكون مقاد لكن نهتم في نفس الوقت بالبشرة دينا وبصحة دينا خصوصا البشرة اللي هي شي حاجة اللي هي مهمة بزاف سواء دي الواج ولا رجلات ولا للدين نحاول دائما كما وكلكم طهلا وفر رجلات وللدين وللوجه اليوم جبت لكم هاد الوصفة رائعة بزاف بزاف وقد تعطي مفعول المرة الأولى غادي تستعمليها هاد الوصفة لرجل رجلات والقزيمة في رجلتهم وفي ديهم ما يستعملوهاش واخا هي وصفة طبيعية وزوينة لكن اللي عندهم كما قلت القزيمة والحسسية ما يستعملوهاش لأن فيها الخميرة هاد وصفة زوينة بزاف قد تعطي نتيجة زوينة من الأول مرة فما بلوك إلا استعملتها يوميا خصوصا العيارة اللي عندهم التشقق قد القدم في الرجلات واللي الدين عندهم تجاعد في الرجلات هاد الوصفة هاد تحيد تجاعد كطبيض كطرطب زوينة بزاف وكتعطي نتيجة في أول مرة الصراحة من جربتها تصنط من نتيجة دكشي لاش قررت أنني نشاركها معكم وإن شاء الله غادي تشوفها معي في رجلتي وغادي تشوف الطريقة المكوينة طبيصات موجودين في كل البيت كانت من إن شاء الله تعجبكم وتشجعوني بلايك والاشتراك والبرتاج العائلة والأصدقاء والمشاهدة الكاملة لفيديو اللعطيكم الخير نبدأ على بركة الله اللهم صلي والسلم ومبارك على سيدنا ومحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على بركة الله والوصفة فيها مطلورات فيها الصبون بلدي فيها فرمجة والخمرة الحلوة سنبدأ على بركة الله سنأخذ الطبيصة اللي سنقوم فيها المكونات كلهم سنخلطهم مزيان وسنقوم لرجلاتي وسنقوم لديها تقريبا خمسة دقائق على حسب قدم ما بغيتهم ومن بعد سنقوم بارد ماء طبيعي وبصبون طبيعي سنقوم بارد مزيان حتى نشوف مزيان ومن بعد نرش بماء الورد ونخلي نشوف عليهم كي يولي ورجلات تبارك الله ما شاء الله ارتبين بحل المم الصغور وكي يولي بيضين وتجاعد ما كيكون فيهم بقي الكحولية تتحيد تشقق كيتحيد إلا بقينا مدومين على هاد الوصفة هذي ما نديروها شنو ننهار نقول ره صفي اعطتنا مفعول وصفي نبقى ونديروها دائما مرة مرة هكا يومين في الصيمان علش الله نطهلو دائما كيما قلت في البصرة ديالنا وفي صحتنا والحمد لله على نعمه كل شي موجود كل شي مطفور ماشي بحل بكري كانوا العيلات كيستعملوا غير الأحشاب الحنة والغاس والمسائل الأخرى اللي كيستعملهم جدواتنا والأمهات ديالنا الله يخليهم لنا هاد الوصفات حتى هما نحاولو نرجعهم نستعملهم ونعلمهم البنيتة نراهم مزيانين وصحيين وشي حاجة اللي ما فيهم ش ضرر ما فيهم حتى شي حاجة خيبة صحتنا حاجة بينا رهبين دائما اللي نستعملوه لخمارة راه ناكلوها في الحلاوي الفرماج حتى وره راه ناكلوه وصفة طبيعية مكونات بساط كانتمنى ان شاء الله تشجعوني بلايك والبرتاج كانتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتوصلوه لأكبر عدد ان شاء الله من المشاهدات ومن اللايكات والله يوفق الجميع هنا الوصفة ديالها واجدة غاد نديرها على الرجلات دبايا غاد نديرها لرجلات كاملهم وغاد نديرها ليدية غاد نتصنى خمسة دقيقة ولا لقع ستة دقيقة على حسب ومن بعد كيموكت لكم غاد نخصل بصابون طبيعي والخرقاء وماء بارد ومن بعد غاد نشف رجلاتي وليدية ونرش بماء ورد ها هي كما كتشوفو معي رجلية هنخليها شوية وغاد نحط تنشف ومن بعد نغسلو يدينا ورجلنا وكيموكت لكم نشفو بالفوتا وقد نديرو ماء ورد ودائما لبنات من اللي تبغي وتنحسو دهنو رجلاتكم ويدكم بلا كريم اللي انتم عمل في كاتس تعملوه موفق لكم البشراء ديالكم يرطب راه البشراء راه بحل شيء ورد لنا ما كان نسقيوهاش ما كان تعطيناش الورد زوين كما كان نقول دائما نحاولو دائما نطهلوه في البشراء ديالنا نطهلوه في حالتنا نطهلوه في رسنا رجالنا رجالنا باش حتى هم يطلوه فينا والله يهديهم علينا الله يهدي رجال على عيالتهم خصصهم يطلوه فيهم يخليوا عيالتهم يتقدر ورسهم المرأة دائما من اللي تقدر رأسها تكون مرتاحة تأخذ الحويج اللي هي بغاهم وفي النفس الوقت رهها تقتصد رهن المرأة تقتصد بزاف كثير من الرجل لف الخضار لف الحويج لف الممعنات لف كل شي دائما كما معرف دائما في العيالات تشطروا ياخذوا حويجات زوينين وجداد وخضراء طرية في النفس الوقت الحويج غير تبارك اللي عليهم ما شاء الله غير من المصرف رهن بها الطرق هادو المرأة تعرف شنو كتحتاج لدارها وشنو كتحتاج لكوزينتها وما تخسر حويجات بزاف ماشي بحال الرجل كيمشي عند واحد الخضار كي يعطي هذا الشي اللي يبغا ويخلص هذا الشي اللي كان يخلص ويخلص قدم ما كانت ثمان ذاك شي لاش دائما نحاول نخلي وعيالتنا هما اللي يصير هاد المسائل هادو نكون متعاونين دائما بناتنا ومتفاهمين وفي نفس الوقت نكون سعادة وفرحانين ومرسحين كتر شكرا لكم على المشاهدة كنتمنى لكم استفتوا معايا في هاد الفيديو كنتمنى هاد الوصفة اللي طبيعية كنتمنى انكم تجربوها وكتر نتيجة زوينة في اول مرة صار حرا ها مشاركتها معكم غير هكوك حتى استعملتها وجربتها ودومتها عند شاركتها معكم كنتمنى تعجبكم وكنتمنى انكم تشجعوني باللايك ويشتراك والبرتاج للعائلة والأصدقاء كنشكركم على التعالي القرى اعادي لكم مطلب ليفرسكم السلام عليكم